لسه بنكمل فقراتنا في نهارك سعيد والنهاردة أول جمعة من إبريل يعني النهاردة يوم اليتيم والدين الإسلامي الحنيف حث على الاهتمام باليتيم ورعايته وكفالته بأشكال مختلفة وفي أكتر من مرة خلونا نتكلم عن الدين الإسلامي عن مبادئ العامة عن وإحنا النهاردة بنحتفل بيوم اليتيم نعرف تفاصيل أكتر عن اليتيم من هو اليتيم ونعرف كمان عن معلومات أكتر عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حلقة خاصة جدا في يوم 6 إبريل بشرفنا يكون معنا الشيخ أسامة القوسي هو إمام وخطيب مسجد الهدي المحمدي نهارك سعيد يا فنس نهاركم سعيد ونهار مصر كلها سعيد ونهار الأيتام في مصر كلهم سعيد يا رب فضلت الشيخ كده بداية أنني أريد أن أعرف مين هو اليتيم يعني أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اليتيم هو من فقد الوالد أو الوالدة أو كليهما وتربى في غير كان في والديه فاليتيم باختصار هو المحتاج إلى الرعاية المحتاج إلى الحنان المحتاج إلى الحماية المحتاج إلى التعليم لأنه فقد من يقوم بهذه المهمة بالأصالة فبالتالي يحتاج من يقوم بهذه المهمة نيابة عن هذا الغائب إن كان الوالد أو الوالدة أو الاثنين مع بعض وبالتالي يعني أنا يمكن في بعض الأحيان بقول للشعب المصري إحنا كلنا أيتام لأن المحتاجين حد يرعانا يعني فإنه إيه نقطة اليتيم؟ إنه هو فقد الرعاية فقد الحماية فقد الموجه فقد الحنان يعني في النهاية هي مجموعة أشياء فقدها هذا الطفل الصغير والشرع بقى عمدنا بيقول إيه إن اليتيم ده اللي هو دون البلوغ يعني اليتم يزوله بالبلوغ إمتى يزول؟ لما يعتمد على نفسه لما يوصل لمرحلة إنه هو قدر يقف على رجليه ويحمي نفسه فالبلوغ هو نهاية اليتم بعد كده بيبدأ يدخل في مراحل الاعتماد على النفس وبالتالي أقول كان يتيماً هو صغير مثلاً فاليتيم بيحتاج حماية من المجتمع بيحتاج حماية من الأقارب بيحتاج حماية من الجيران ليه؟ لأنه بيكون عرضة أو فريسة للالتهام وقد يكون الالتهام من أقرب الأقربين إليه يعني ممكن أقرب الناس إليه العم الخالة بالضبط كده هما للأسف اللي بيجتاحوا ماله وبيأخدوا مثلاً ثروته فضلت الشيخ الدين الإسلامي في أكثر من موقف حث على رعاية وكفالة اليتيم في آية قرآنية حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم فممكن حديث تقول لنا نعم ربنا عز وجل نحن طبعاً في الدقائق دي مش هنقدر أن نلم الموضوع كله آية وحديث مثلاً آية من كتاب الله يسألونك عن اليتامة فربنا سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المصلحة من المفسد ولو شاء الله لأعنتكم هنا يسألونك عن اليتامة قل إصلاحوا لهم خير في النهاية المصلحة إصلاحوا لهم خير يعني إحنا ندور مع المصلحة حيث دارت مصلحة اليتيم فين؟ نعملها في النهاية إحنا حريصين على مصلحته النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وجمع بين إصبعيه السبابة والتي تليها اللي هي الوسطة والسبابة يعني وبالتالي يعني القرب يوم القيامة مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هيكون في أدنى مراتبه يعني السبعين زي ما يقول فالإنسان اللي حريص على صحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الجنة كلما ازداد كفالة ورحمة ورفقا وعناية باليتيم كلما كان أقرب إلى النبي الكريم الذي هو سيد الأيتام صلوات الله وسلامه عليه رسول عليه الصلاة والسلام كمان يعني إحنا مش نستفيد أكتر في يوم اليتيم النهاردة اللي هو أول جمعة من إبريل بس كمان عايزة أسأحك سؤال أبما تكلم عن رسول عليه الصلاة والسلام وصفته الصادق الأمين يوم اليتيم بتعامل مرة في السنة وأنا طول الوقت بحس أنه يوم لما بيتعامل مرة في السنة والناس تروح لدور الأيتام ويتصوروا معاهم فيها نوع من نوع المزايدة على يطم الأفراد الأطفال وبحس أنه بيأكدوا عليهم أنتوا على فكرة أيتام لأن احنا نقدر نجي لكم وما بنعملش كه طول السنة فأنا عايزة أعرف يعني الديني الإسلامي أكيد كان مهتم أنه ما يبقاش بس مرة في السنة يبقى بشكل دائم وتبقى رعاية حقيقية احنا كلمنا على الرعاية ما تكلمناش على الفلوس ما تكلمناش ناديله فلوس واسيبه وامشي كلمنا على الجزء ليه علاقة بالإنسانيات يعني في التربية النفسية للطبع هو بما أني يعني أنا شيخ وطبيب بالزبط كده فبالتالي وأنا أيضا أب الأربعة يعني أب الستة وجد الأربعة فعندي خبرة في تربية الأولاد والأحفاد وأيضا الخبرة الدينية والخبرة في الطب أيضا الشاهد إن الإنسان ما هواش المسألة فلوس وبعدين حضرتك أثرتي مسألة مهمة جدا اللي هي قضية التجارة بالموضوع الأيتام إن أنا أروح وأتصور معهم وهي وأنا كده أعمل خير وأنا كده كويس ودخلت الجنة بأحنا كده فيه ناس بتتاجر بالأيتام فيه ناس بتتاجر بالدين فيه ناس بتتاجر بالسياسة فيه ناس بتتاجر بالشعب المصري كله يعني في النهاية استغلال القيم الحقيقية في مصالح دنيوية ضيقة وقريبة هذا يهين الإنسان مش بيهين القيمة القيمة بتبقى كما هي والإنسان هو اللي بيبقى مش كويس ربنا بيقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها لو إحنا فهمنا القانون ده ده قانون إلهي أنا عملت خير فعملت النفسي عملت حاجة مش كويسة تتحسب علي أنا لا تتحسب على ديني ولا على القيمة ولا على المبدأ القيم والمبادئ ثابتة إحنا اللي بنتغير طب ممكن تغير من خير لشر وممكن تغير من شر الخير وممكن تغير من شر لأشر ومن خير لأحسن صحيح والعكس إذن هنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه الأيتام محتاجين رعاية من زي ما احنا قلنا كده الدايرة الكبيرة أو المجتمع المسؤولين الحكومة لازم ترعاه يعني فيه دول زي كانت ده مثلا لو لئوا حد نايم على الرصيف على ممنوع النوم في الشارع فبيخدوه مش يرموه يخدوه يحطوه في دار للمسنين إن كان مسنا ودار للأيتام إن كان يتيما أي حد نايم في الشرع يبقى عنده مشكلة فالحكومة بتسعى في حل هذه المشكلة يبقى هنا إيه هنتذكر بقى قولة سيدنا عمر رضي الله عنه بتاعت زمين لو أن دابة عثرت بالعراق لسئلة عنها عمر لما لم تمهد لها الطريق وإحنا الأيتام عندنا مش أيتام بس أنا قلت الشعب المصري كله أيتام لأن إحنا حتى وإحنا في الغربة بنتبهدل المصري مالوش قيمة بيروح للقنصلية أو السفارة يقول له نعمل لك إيه مفناش دعوة بيك ولك إننا نعرفك يبقى هنا القضية هي قضية المجتمع وبعدين بعد كده هندخل في الدوائر الأقرب ما هيش مسألة مؤسسة وإحنا نروح المؤسسة يوم 6 إبريل وكأن الموضوع يعني فيه هنا معلومة إن يوم اليتيم في العالم هو يوم 1 إبريل 1 إبريل إحنا بنقول له أول جمعة فإحنا عشان عارفين إن إحنا كتير مننا بيجذبوا فراحوا بنقلينه ليوم 6 أيوة عشان خليه بقى أكلمك عن موضوع الكذب ده تحديداً يا فضلت الشيخ ورسول عليه الصلاة والسلام كان الملقف بالصادق الأمين يعني بس عايزة أفهم كمان الصادق والأمين يعني صفتين متلازمتين ومهمين وكبار وعلى مستوى البشر صعبين برضو على فكرة ولا هما سهلين لا لا خالص السهل الممتنع آه سهل الممتنع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نهار ده الجمعة آه ويوم اليتيم هو يوم تذكرة هو رمز أكتر منه معنى يعني هو رمز في النهاية احنا مطلوب ان احنا نرعى الايتام دي طول السنة على طول ونرعاهم رعاية حقيقية المسألة مش مسألة ان انا اعمل يفضل لا رعاية حقيقية وفيه برضو معلومة تانية بنغلط فيها كتير ان احنا بنروح لملاجئ بنعتبر ان اللي في الملاجئ دول ايتام لا الملاجئ دول ليهم اب وام بس احنا منعرفهمش او اهلهم رموهم لكن هما مش ايتام اليتيم هو فعلا فاقد ولكن هم محتاجين الرعاية ايضا برضو نقول ان الشعب المصري كله عايز رعاية بقى انا نفهم بس دول عشان ما فيش حد بيرعاهم برضو بطول الايتام يعني نرعاهم لكن ما نسميهمش ايتام دول اطفال المؤسسات الخاصة نسميهم ايش يعني كلهم يحتاجون الى رعاية بالعكس هم اولى بالرعاية من غيرهم ولا ذنب لهم مش معنى ان اهلهم رموهم اه بالذب ده عيب على اهليهم مش عيب عليهم اولا ضحايا اولا ضحايا فنحن القيم والمبادئ ما بتتغيرش اللي بتغير هي زي ما بيقولوا ايه الاساليب العملية في التعامل يعني اللي هو السلوك يعني يعني انا ممكن سلوكي اتعامل مع الموقف بما يناسبه لكن القيمة ما بتتغيرش يعني الصدق مش ممكن يتغير العدل مش ممكن يتغير الامانة مش ممكن تتغير فنبينا صلى الله عليه وعليه وسلم وهو صغير لغاية سنة 40 سنة ما كانش الرسول ده كان انسان عادي عايش مع قبلته زي ما كل الناس عايشين لغاية سنة السنة اللي كامل فيها 40 سنة كل ده وهو انسان عادي في سورة الكهف انا تذكرت يوم الجمعة ليه بقى ان سورة الكهف اللي هي مستحبة تلاوتها يوم الجمعة نهض الجمعة الناس اللي هوا بتشوفنا وبتسمعنا يعني يستحبوا لهم تلاوت سورة الكهف اخر اية في سورة الكهف قل انما انا بشر مثلكم انا انسان زيكم يوحى اليه في حاجة اسمها انا بشر وفي حاجة اسمها وحي بتنمش زي بعض خالص البشر بشر والوحي يعني رسالة قل انما انا بشر مثلكم زيكم يعني بأكل بأشرب بأجوز باعي بأتعب بنام بصحة الوحيد اللي مفخوش الصفات دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ما بينمش هو اللي ما بينساش هو اللي ما بيأكلش هو اللي ما بيشربش سبحانه وتعالى يبقى ربنا سبحانه وتعالى الواحد الاحد غير الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام البشر قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليه انما الهكم اله وحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد الأربعين سنة دول من خلال أخلاقه صلى الله عليه وسلم أريبه هم اللي أطلقوا عليه الصدق الأمين من خلال السلوك يعني هو ما قالش أنا صادق ولا قال أنا أمين ولا رفع شعار ما قالش أنا الصدق الأمين إنما هم عرفوه من خلال المعاملة فاكتسب هذا اللقب قبل أن يبعث رسولا كأن ربنا بيجهزه كأن ربنا بيربيه عشان يبقى في مكانة مناسبة للمهمة اللي هو حيكون لأن ما ينفعش الرسل والأنبياء يبوكدبين ما ينفعش الرسل والأنبياء يكونوا خينين ما ينفعش الرسل والأنبياء يكونوا غدرين ما ينفعش الرسل والأنبياء يكونوا خدعين مفهوم طبعا بس خليني كمان يا فضلت الشيخ أفهم من حضرتك الرسل هم اللي ممكن ما ينفعش يبوكدبين وأتباع الرسل اللي باعي خلفهم لا اما مش اصدعي بس اصدعي هل هناك حالات مثلا الاسلام برر فيها كده انا برضو بحاول افهم عقلية اللي ممكن يجدب الاسباب هل ممكن حد يقول ده كان عشان للمصلحة العليا للوطن مثلا او للمصلحة الاخوة هنا هنرجع تاني لموضوع التجارة بالقيم ان انا بجيب قيمة كبيرة قوي واروح مستخب فيها انا بحمي نفسي انا بعمل كده دائرة من الحماية زي ما احنا بنسميها في الطب النفسي بنسميها يعني الواحد بيعمل لنفسه حاجة كده حواليتها تحميه بيت بدافع يعني فايه انا مش عايز حد يقرب مني فاقول الدين انا الدين فالناس تخاف مني لو انت هتحاجم الدين تضرب الاسلام الاسلام انا الاسلام انا اسلامي فالناس تخافي مني انا مسلم انا مش اسلامي انا الشيخ اسامة القوسي دايما نقول انا مسلم ولست اسلاميا ايه اسلامي دي اسلامي يعني مسلم على رأسه ريش باختصار كده فأنا مسلم والإسلام دين وليس هو تجارة فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام اكتسب صفة الأمانة وصفة الصدق قبل أن يبعثه الله والناس سايبين عندهم عنده الأمانات بتاعتهم وهو هيهاجر خوفا منهم هيموتوه يترك الإمام عليه رضي الله عشان يرجع الأمانات في حين أنه لما راح المدينة دخلنا في مرحلة المواجهة في الناس دي بتحاربني فأنا سايب في مكة بيتي وأولادي وأهلي وأموالي فمن حقي قريش بتحاربني بتحاربني لكن الحرب هنا حرب شريفة يعني إيه حرب شريفة؟ يعني إعلان الحرب نفسه لا يكون إلا بوضوح مفهوش خداع ولا كذب الخداع بقى هيستخدم التكتيك الحربي داخل المعركة بالضبط فده هو الكذب المباح عشان كده النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال لا يحل الكذب إلا في إحدى ثلاث بس ما لهمش رابع اللي هم إيه بقى هم الحديث المرأة زوجها والرجل امرأتها اللي هو حديث الإصلاح يعني أنت مثلا عملتي أكل الجوزك يعني والأكل ده مالح شوي يا سلام على الأكل محترم النهاردة آه طب ده مش كذب ده ما هو ده ده مجاملة بالضبط آه يعني أنا ما شفتش حد أحلى منك طبعا هو شاف ناس أحلى منها بالضبط فهنا هذا النوع من الكذب اللي هو الغرض منه المودة والرحمة بين الزوجين جائز يا ربنا يا قطر حديث المرأة زوجها والزوج امرأتها تمام وفي الحرب الجهات والإصلاح بين الناس أقول ده أنا ما سمعتوش بيقول عنك إلا كل خير وهو شاتم فيه وعمل البلاي يعني إيه الإصلاح بين الناس يا كلها حاجات فعلا الثلاثة مصلحة عشان كده ابن القيم رحمه الله بيقول حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله طب والإصلاح بين الناس دي بقى ممكن تتفهم بكذا معنى وده الغلط بقى إيه لا إصلاح بين الناس يعني الإصلاح بين الناس لا يعني ملوش معنى تاني لا ممكن حد يقول أن أنا ممكن أجدب علشان مصلحة الوطن عشان أنا محتاج أصلح البلد ومحتاج أصلح الحال المتردي للبلد فأنا هجدب علشان مصلحة أوليك هنا بقى الكلام ده بيبقى كلمة حق وريدها بها بعض اللي حضرتك بتقولي ده ينفع مثلا في المخابرات والجواسيس الناس اللي هي بتسافر بلاد تانية وتعمل نفسها يهود وتعمل نفسها صهاينة عشان تجيب أسرار الناس دي فده هيدخل في الحرب هم تلاتة واضحين الجهاد بالضبط كده الجهاد اللي هو الحرب الحقيقية مش الحرب يقول إيه أصل هناك حرب خفية أصل إحنا في حرب مع العلمانية والليبرالية ده ما تصنفش حور أرجوك وضح لأنه اللي تفرجوا علينا مش بالضرور أرض المعركة العسكرية حرب عسكرية بين جيشين يبقى المناورات الحربية الخدع الحربية أعمل نفسي هاجم الناحية دي وهاجم الناحية الثانية فأعمل نفسي رايح الشرق وأنا رايح الغرب أعمل في المخابرات بتاعتي يطلع بيانات إن أنا مش هحارب السنة دي وارح محارب يبقى الكلام هنا عن الحرب العسكرية الحقيقية الإصلاح بين الناس حديث المرأة زوجها والرجل زوجتها ما لهمش رابع ييجي هنا بقى إيه لخضية استخدام الدين أو أي مبدأ أو قيمة تانية بطريقة فيها نوع من التلاعب ده اسمه الخداع بقى ده اسمه الخداع وده صفة المنافقين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا أتمي نخان مشكلة إن إحنا بنجيب أدلة نحطها في غير مواضحة يعني أنا سمعت بعض التصريحات في الأيام الأخيرة غريبة جدا واحد يقول مثلا إيه إحنا لما غيرنا قولنا الحديث النبي النبوي بيقول إذا حلف أحدكم على شيء ثم رأى غيره وخيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الله الذي هو خير طب دي حاجة بينك وبين ربنا إنما أنت توعدني أنا أنا المخلوق توعدني وبعين تخلف هذه صفة المنافق ما تنفعش فما ينفعش أجيب حديث في العلاقة بيني وبين الله وحطه في غير موضوع وحطه في غير موضوع يعني هنا فيه كلمات حق المراد بها باطل بتجيب أدلة وحطها في غير مواضحها تماما صحيح الشيخ أسامة القوسي أنا بشكو حيك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة شكرا لك يعني مرسي ربنا يا كريم كان معنا الشيخ أسامة القوسي وهو إمام وخطيب مسجد الهدي المحمدي لسه مكملين فقراتنا في نهارك سعيد يوم الجمعة 6 إبريل بعد الفاصل